21 تشرين الثاني هيدا التاريخ بالنسبة لقلنا قصة كبيرة بواحدة وعشرين تشرين الثاني 36 تأسس حزب الكتائب بواحدة وعشرين تشرين الثاني 37 أول مرة بيصير فيه مظاهرة بالطالب باستقلال لبنان بساحة الشهداء من قبل حزب الكتائب وأول نقطة دم بتسقط دفاعا عن لبنان سنت السبعة وثلاثين بواحدة وعشرين تشرين بواحدة وعشرين تشرين الثاني 43 كانت عشية الاستقلال أخذ لبنان استقلاله إنما الكتائب ما وقفت قصة هون مع هيدا التاريخ لأنه بواحدة وعشرين تشرين الثاني 2006 استشهد بيار مع رفيقه سامير الشارطوني بنفس النهار كأنه بالتاريخ والقدر مصر يأكد على ترابط حزب الكتائب مع لبنان واستقلاله أنا أنا حالنا وقت بيار استشهد أنه خلصت مأساتنا وأنه عم بقدم حياته تنعيش حيات جديدة وارتضينا على حالنا أنه نبكي مرة أخيرة عائلته وأحبائه ورفاقه بكيوا عليه وبعينه نأمل أنه هذا الاستشهاد رح يعلم ورح يكون نهاية الأحزان ورح ينبنى لبنان جديد بس ياللي ما كنا متوقعينه ياللي ما كنا متوقعينه أن لبنان بواحدة وعشرين تشرين الثاني 2020 يكون بالوضع اللي نحنا في اليوم ويمكن هذا جزء من اللي عم بيخلينا نسابر ونناضل هو تمن خلي اللي ماتوا يموتوا كرمالة نعيش هذه الحياة اللي عم نعيشها اليوم لبنان عم بيقطع بأصعب مرحلة بتاريخه عم نطلع بصحابنا وعيالنا وجيراننا عم نشوف اللبنانيين بكل لبنان عم بيخسروا أشغالهم ومعايشهم وكل شيء تعبوا كرمالوا عم نشوف الفائر عم بيزيد الدواء عم بينقطع أقصاط المدارس والجامعات عم تغلق والأفق مسدود وشبابنا عم بيهاجروا والأسوأ المسؤولين مش سقلنين عم نسمع ناس حولينا عم تسأل أسئلة خطيرة أول مرة منسمعها بهذه الخطورة بلبنان هل عنا مستقبل هون؟ هل محكومة علينا ننحكم من بره؟ هل لبنان قابل للإصلاح؟ هل الزعران ربحوا على الأوادم؟ والسؤال الأخطر هل صار وقت نستسلم؟ هل صار وقت نستسلم؟ نحن هون ما رح نستسلم؟ لبنان بيتنا، لبنان أهلنا، وأصحابنا، وديعنا، وذكرياتنا، ومستعبالنا هيدا بلدنا ما رح نتركه لحداً ومندعي الكلب يدافعوا عنه معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر